الإدارة العامة لشرطة التاموين والتجارة تمكنت من ضبط نحو 18 ألف جهاز وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بشركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بالقاهرة واستطاعت ضبط عشرة أطنان هياكل وأجزاء دواج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة كما ضبطت سبع من ملك المخابز البلدية بمحافظتي الشرقية والدقاهلية لاستلائهم على 112 طن ضقيق بلدي مدعم مخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم بالتلاعب في السجلات الخاصة بتحرقات الضقيق والتصرف فيها لحسابهم الشخصية ببيعها في السوق السوداء وضبط أربعة أطنان مستلزمات إنتاج زيت طعام دون بيانات فضلا عن 100 كيلو زيت طعام منتج نهائي بمصنع دون ترخيص لسلع الغذائية بالجيزة